الفروقات اللي حصلت يعني بعد ما هم حيقدروا يستفيدوا أكيد من تأمين صحي أو من رعاية اجتماعية وكمان فكرة تغيير المسمى في البطاقة الشخصية يعني احنا بنعمل ريبراندينج أو عادة صنع صورة زهنية عن المهنة بصفة عامة وعن العاملين بيها وعن طريقة استخلاص المواد اللي قد تكون دات فايدة اقتصادية كبيرة من هذه المهنة يعني حضرتك قولنا كل ده حصل بهدف اخصادي وبهدف معنوي وبهدف تأميني يعني كل الأهداف ايه؟ طيب لهارجع برضو زي موطر حضرتك لما عملنا دراسة الوضع اللي راهن لقينا أن في مناطق كتير مناطق فرز عشوائي للمخلفات سواء موجودة في الكاهرة الكبرى أو في محافظات الدلتا المناطق دي عملنا لها دراسة بحيث أننا أهل المناطق دي ويتعاملوا مع المخلفات بطريقة سليمة صحيا وبقيا كم بيحصل عليه في الفرز العشوائي؟ بيحصل أن المخلفات بتروح أماكن فرز عشوائي داخل الكتلة السكنية بيفرز بييده المكون العضوي مع الغيره العضوي آلية الفرز ما بتتمش بطريقة سليمة صحيا وبقيا كل المخلفات بيتم التخلص منها بقية المخلفات بيتم التخلص منها بطريقة عشوائية ممكن جزء بالحرق المخلفات بقى اللي هو مش محتاجها فالآلية غير سليمة صحيا وبقيا داخل المجتمع ده فبدأنا أن احنا نعمل دراسة للوضع الراهن داخل المناطق دي بحيث أننا أحاولها من مناطق بتتعامل مع المخلفات بطريقة غير صحية وغير بقية بطريقة سليمة صحيا وبقية يمكن المناطق دي عددها والدراسة اللي احنا عملناها داخل وزارة البيئة بدأنا تدريجيا أن احنا نبدأ بمناطق وجبنا جهاز شرية وتعاملنا دلوقتي مع وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية نحنا خصصنا لهم سكن وبدأنا بمنطقة 15 مايو اللي هي الزرايب وفيه سكن دلوقتي خاص لهم وبنخصص لهم مناطق فرز قدام للسكن متوافقة مع الشراطات البقية أماكن يقدر يفرز بطريقة سليمة بقيا المخلفات البقية يوجهها للمصنع القريب ليه وفيه مصانع لتدوير المخلفات قريب لمنطقة 15 مايو بحيث أنه ياخد الجزء اللي هو عايزه الجزء الخاص بالمفروزات اللي ما بيأسرش على البيئة ويتم فرز بطريقة سليمة صحيا وبقيا والباقي بيتم توجيهه لمصانع تدوير المخلفات يمكن المنظومة دي لها أبعاد كتير بجانب أننا العمالة اللي أنا بأهيلها للعمل داخل المنظومة وبتشتغل وعمالة مدربة أننا أنشأت لها حوافز صحية واجتماعية وبقية واجتماعية كل الحوافز دي بجانب أن المواد اللي بتطلع من المنظومة دي لها عائد اقتصادي عن المنظومة طبع عائد اقتصادي ده سواء بلاستيك أو كارتون أو خلافه جزء زي محركت كلمت فيه هو الجزء الأكبر من مخلفات الجزء العضوي جزء العضوي ده فخامة رئيس الجمهورية الأراضي لاستصلاح الزراعي اللي شغالين فيها دلوقتي اللي وصلت لحوالي ستة مليون فدان سواء في منطقة مستقبل مصر كل الأراضي دي بتستوعب كمية كبيرة من السماد العضوي المطابق للمواصفات عندنا مواصفة للسماد العضوي المنتج من المخلفات سواء المخلفات البلدية أو مخلفات الزراعية كل ده اقتصاد للدولة بجانب الجزء ده فيه جزء آخر للصناعات الكسيفة للطاقة طاقة زي مصانا الأسمنت بتستهلك طاقة كبيرة فبتاخد جزء من المخلفات دي اللي فيه الكيمة الحريعة العالية هو الوقود البديل الاردي اف بيدخل داخل مصانع الأسمنت كوكوب بديل فالمنظومة شغالة يعني لما نستكمل المنظومة بنسبة 100% هو حاليا كل اللي بتكلم فيه مع حضرتك ده شغال وعندنا مصانع قائمة بتعمل إنتاج للسماد العضوي والاردي اف والمفروزات وإحنا عايزين نوصل لنسبة معالجة 100% من المخلفات المتولدة عن جمهورية مصر العربية يمكن إحنا عندنا تحدي التحدي ده إن كمية المخلفات المتولدة عالية جدا حوالي 60 ألف طن يومية من مخلفات بلدية بتوصل لـ 25 مليونتين إيه اللي بتفرز منها وإيه اللي بنستفيد منه وإيه اللي بنتفنه إيه اللي بنتفنه إحنا الهدف الأساسي إن 100% من مخلفات يتم معالجتها 100% من مخلفات دي يتم معالجتها ده الهدف إيه اللي موجود أرض الواقعة اللي موجود حاليا إحنا وصلنا إحنا لما بدأنا المنظومة كان اللي شغال في عملية التدوير كله اكتاغر الرسم اكتاغر الرسم ده كان نسبته اطراح من 10% إلى 12% لما بدأنا تدريجيا والخطة اللي وضعناها ومصانع التدوير اللي تم تنفذها وصلنا لحوالي 25% تدوير ما استثمرنا في البنية التحتية بتاعة المصانع دي في جزء الدولة استثمرت في عدد بناءها وتطويرها ولا افتتاح من الأول خالص لا في كذا شك الجزء الدولة استثمرت في مصانع تدوير المخلفات أنشأت مصانع جديدة طورت المصانع القديمة في جزء تراحيته للقطاع الخاص أنه هو يستثمر ويأهل المصانع دي وهو اللي يشغلها فاشتغلنا في الشقين بالتوازي جزء المستثمر هو اللي طور وجزء الدولة هي اللي عملت المصنع وطراحيته للقطاع الخاص وصلنا لنسبة 25% ممكن دلوقت يقول لحضرتك وصلنا لتدوير المخلفات بس مش ده التوجه اللي احنا عايزين احنا عايزين نوزل نسبة 100% تدوير المخلفات بحيث ان يبقى عندي القيمة الاقتصادية اللي بقول لحضرتك عنها طيب احنا بتقول 60 ألف طن يوميا ده نوع واحد من المخلفات مخلفات البلدية او المنزلية اللي هي ايه اللي هي البلاستيك الانشاطة المصري الأصدير الان هو الكيس اللي بيطلع من الواحدة السكنية يوميا ده المعدل بتاعه 60 ألف طن يوميا طب بعد فرض ولا ما فيش احصائية لده ده طبعا عندنا احصائية لخصائص كل انواع المخلفات بمعنى ان 60 ألف بيطلع منهم مثلا نسبة بلاستيك قدية نسبة بلاستيك قدية نسبة كده ده وإيه اللي بيتم دفنه برضو ده سؤال المية في المية من المخلفات نسبة المفروزات البلاستيك الكارتون الكنز لا تتعدى نسبة عشرة في المية من المخلفات تمام المخلفات العضوية الأكبر بقى نسبة الأكبر المخلفات العضوية اللي بيتم إنتاج منها السماد العضوي دي بتتطرح من نسبة أربعين لخمسة واربعين في المية من المخلفات زي إيه مثلا اللي هي مخلفات الطعام آه طواق الطعام ده اللي بتتعامل فيها السماد عضوي للأراضي الزراعية النسبة الأخرى وهي الوقود البديل لمصانع اسمنت اللي فيها قيمة حرارية عالية اللي هي الحاجة اللي كاس البلاستيك ده كل الأمور دي اللي بتمثل نسبة 20% من المخلفات كل المخلفات دي بتدخل على مصانع تدوير وخطوط فرز بيتم انتاج منها كل اللي أنا بقول لحضرتك عليه وبينتاج السماد العضوي نسبة المرفوضات اللي بتروح المدفن الصحية بتفرح من نسبة 20% ل 25% ايه اللي بيروح المدفن؟ المدفن الصحية بعد عملية انتاج السماد بعد عملية انتاج الارد افا أو الوقود البديل بعد استخراج المفروزات بيتبقى مخلفات غير قبل نهاية لعملية التدوير اللي هي النتجة عملية نخل السماد العضوي النتجة عن عملية فارم المتبقية من عملية فارم الوقود البديل دي غير قبل لعادة التدوير فبيتم تجوها لمدفن الصحية ودي غير ضرب البيئة لأنه مبقاش فيها أي سواقل رشيح بتبقى خلاص معالجة فبتبقى نسبة تلوث فيها منعدمة وبيتم توجيهها لمدافن صحية المدافن الصحية دي وفقا للبنية التحتية هي مصممة هندسيا وبقيا فيه تبطين لها لمنع كمان أي تسريب لو حصل تسريب بيتم تخطيطها تخطيطها أمنة ودي موجود على معظم دول العالم فيه مدافن صحية لدفن المرفوضات الناتجة عن عملية التنويب